لا تزال تدعية الاتفاق المبرم بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس في ليبيا فيز الصراج تلقي بتبعاتها البرلمان الليبي دعا الأمم المتحدة إلى صحب اعترافها بحكومة طرابلس منددا بالاتفاق الذي وقع بين الصراج وأردوغان ووصفه بالانتهاك الفادح لأمن وسيادة ليبيا البرلمان أوضح أن الاتفاق يمنح من لا يستحق في أنقرة حقوقا من قبل من لا يملك في طرابلس لاستخدام المجالين الجوي والمائي لليبيا وبناء قاعدة عسكرية على أراضيها ووجه البرلمان رسالة للأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أكد فيها أن الاتفاق يرقى إلى احتلال للأراضي الليبية ويمثل انتهاكا لسيادتها يأتي ذلك في ظل إدانات دولية واقليمية عدة تحاصل الاتفاق الذي عقد بشكل فردي من رئيس حكومة طرابلس فيز الصراج مخالفا لبنود اتفاق الصخيرات كما أنه وقع مع دولة متهمة بدعم الميليشيات في ليبيا فقد أكدت مصر واليونان وقبرص أن هذا الاتفاق يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية الأمر الذي دفع بليونان إلى استدعاء سفيري ليبيا وتركيا من أجل مزيد من التوضيح حول الاتفاق وأعلنت أنها ستثير القضية أمام قمة حلف شمال الأطلسي في لندن اتفاق غير شرعي يأتي ليضيف توترا جديدا لما تفتعله تركيا من أزمات في المنطقة وفي حوض البحر المتوسط ترجمة نانسي قنقر